نحن هنا في أحد المواقع وسط مدينة عفرين هذا الموقع والحي السكني الذي سقطت فيه إحدى قذائف المدفعية مجولة المصدر التي سقطت قبل دقائق من وصولنا إلى هذا المكان كما تشاهدون هذا هو الدمار الذي خلفته هذه القذيفة المدفعية هي إحدى ثلاث قذائف سقطت وسط مدينة عفرين الإصابات أو المبالولية تشير إلى سقوط عدة جرحة بحسب مصادر في الدفاع المدني فإن هذه الإصابات هي إصابات خفيفة حتى الآن ولكن كون القذائف أو القصف لم يمضي عليه وقت قصير فربما أن هذه الأرقام ترتفع وربما أن يكون هناك أعداد أكثر من الإصابات حتى الآن المعلومات الأولية تشير إلى وجود خمسة إصابات إصاباتهم بحسب المصادر الأولية هي إصابات خفيفة هذه هي إحدى القذائف التي سقطت هنا وهو حي سكني قريب من إحدى المستشفيات وقريب من إحدى المراكز التي ترعى بشؤون الأطفال سقطت هنا في هذا الحي تقريبا حوالي الساعة العاشرة بحسب التوقيت المحلي هنا للمنطقة لتلفزيون سوريا من مدينة عفرين كانوا معكم هذه الطاطين